الفساد خلية سرطانية تنامت بصورة كبيرة حتى إنه أصبح بمثابة نهج سار عليه الفاسدون الذين لم يجدوا صعوبة في سرقة المال العام خلال الحكومات التي مضت وخاصة في زمن حكومة نور المالكي الذي فسح المجال وكان المؤسس الأول للفساد في العراق أغلب الحكومات التي مضت تغاضت عن الفساد لسنوات ولم تعلم موقفها لسنوات واكتفت بتصريحات إعلامية لا أكثر لكن حكومة الكاظمي أعلنت أنها اتخذت على عاتقها فتح ملفات الفساد لأول مرة حيث بدر الكاظمي بتشكيل لجنة مكافحة الفساد ليلقي القبض على أسماء لمسؤولين كبارة في الدولة مناصب عليا ومقاولين لديهم سلطة كبيرة في الداخل تم اعتقالهم واحترفوا بجرائم كبيرة البعض منهم حكم قضائيا عليهم بالسجن بفترات متفاوتة والآخرين لا يزالون يغضعون للتحقيق أما برهم صالح فقد بدر مبادرة جديدة بطرحه مشروع قانون استرداد عائدات الفساد الذي يعتبر خطوة لعادة الأموال وسند قانوني لحماية الأموال التي أضاعها الفاسدون بالرغم من الاعتراضات والانتقادات التي تعرض لها وبحسب المصادر فإن القانون المزمع التصويت عليه يخصص نسبة 5% كمكافأة لمن يدلي بمعلومات تعيد الأموال وكذلك يخول جهة رسمية مثل وزارة الخارجية والمخابرات والنزاهة والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية لإبرام اتفاقيات مع الدول التي حولت إليها مبالغ الفاسدين ترجمة نانسي قنقر